اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القراءة القراءة تجعلنا نرتقي ليس بين الأمم فقط وإنما فوق الأمم إذا أردت أن تكون طبيبا فعليك بالقراءة والكتابة إذا أردت أن تكون مهندسا فعليك بالقراءة والكتابة إذا أردت أن تكون رئيسا فعليك بالقراءة والكتابة إذا أردت أن تكون أي شيء في الحياة فعليك بالقراءة والكتابة العلم العلم أولا وأخيرا مشاهدي يا كرام في الحلقات الماضية شرحنا من حرف الألف حتى حرف الميم النهاردة إن شاء الله تعالى سنشرح حرف النون حرف إيه؟ النون نون حرف النون أستاذ المخرجنا هنبدأ علشان ما يجيش آخر الحلقة ولا الله عاوزين إيه؟ ننهي الحلقة هنبدأ إن شاء الله على طول نفتح كراسة شكل الحرف نفتح كراسة إيه؟ شكل حرف عشان الناس اللي ما حضرتش معنا قبل كده فيه كراستين كراسة شكل الحرف منتعلم فيها طريقة كتابة الحرف رسم الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أما كراسة صوت الحرف هنبدأ بعد شوية بعد ما نخلص شكل الحرف يلا بينا يلا بينا مشاهدينا الكرام تعلموا دايما نمشي على السطر نمشي على إيه؟ على السطر دائما وأبدا دائما وأبدا نمشي على إيه؟ على السطر خطينا حيتحسن ده أولياء الأمور ياخدوا بالهم من الموضوع ده مع أطفال اسم حرف اي يا حضرات؟ حرف النون نون تمام كده؟ تعالوا نرسم حرف النون منفردا افتح الكراسة شكل الحرف على إيدك اليمين كده نشوف تكتب ازاي؟ تعالوا واحدة واحدة كده فيه ناس بتكتبها أي حاجة وخلاص لا يا حضرات تعالوا بصوا كده بصوا اعملوا واحد كده وننزل بالسطر شوي اعملوا واحد ميل كده ونزل تحت السطر سنة يلا بينا كده يلا بينا هو وتعمل ايه؟ تلف كده وتطلع فوق السطر سنة بسيطة اهو كده ودي النقطة ايه ده حرف النون مش حد يعمل لي نون كده كده غلط ده اللي صح تمام كده؟ النون يا حضرات حرف النون منفردا بينزل من على السطر كده اهو تاني اهو تاني حضرات اهو اهو تمام كده؟ لابد بالطريقة حد هعمل لي دال واحد يقول لي ده انا هعملها دال كبيرة كده وعمل كده صح شغال واحد هعمل لي انا هعملها راء وقفل كده هقول له صح تمام كده؟ واحد هقول لي ده انا هعمل واحد كده اخر السطر وانزل بقص كده وعمل كده هاوله شغال تمام كده؟ اي طريقة منهم اما حاجة يكون الناحية اليمين طويلة شوية ويتنزل من على السطر وبقى ايه؟ الناحية الشمال بها ايه؟ ده طلعوا من فوق السطر سنة بسيطة اهي حضرات اه دي حرف النون ايه؟ منفاردا تمام كده؟ حرف النون منفاردا اهو يلا ننزل نكتبه وننزل بيه يلا حضرات يلا حبيبة حلوين اهو حرف النون اهو يلا حرف النون اهو يلا اهو اهو تمام كده؟ حرف النون حرف ايه؟ النون تب عايزين النون نكتبها ازاي في اول الكلمة معاي عم عزب؟ تمام تعالوا نشوفوا كده حضرات واحدة واحدة كده عم عزب وركز معاي تمام اهو شوف حرف النون ازاي حضرات؟ عارفين الدال الدال بس مش ميلة اوي بصوا اهو في اول الكلمة اهو شوف شوف؟ الدالة اهي الدالة اهي ونجي شدين كده قد النون فين؟ في اول الكلمة أعمل كده هو ده لهيه وكده ده النون فأول الكلمة طيب مثال على ما بيش حد يعمل هالي وقفة كده لا زي ميلة سنة كده زي الدال تمام كده حضرات طيب مثال يا عم عزب بحرف النون فأول الكلمة الله ينور عليك يا مصطفى مصطفى يا جماعة النهاردة أول حلقة يبدأ معنا ونبدأ من أول حلقة بسم الله ما شاء الله برافو عليك يا حبيب والديك أهو شوف ده لهيه شوفوا أهيه نورة تمام كده مش موجودة معنا النهاردة نورة بس يلا مش مشكلة يلا نورة هيه تمام كده حضرات نكتبها لكم بالأزرق أهو عشان تشوفوها أهيه أدي النونة هيه في أول الكلمة يلا حنشده ودلوا ودرأ ألف زي نورة زي نبيل زي نخلة زي نور نافع تمام كده حضرات طيب النون في وسط الكلمة عاوزيني نعرف نرسيمها ازاي بصوا معايا بصوا كده مع ذا بقى هون النون في وسط الكلمة بتمسك في اللو قدامها والووراه طيب تعالي نشوف هنعملها هنا ازاي بصوا بصوا اهيه اهيه أدي النون في وسط الكلمة بصوا هنا معايا ما تبقاش عاملة كده تبقى ما تعملش كده وكده وكده لا بتبقى عاملة زي الدال أو الزال ماجي بس هتسحب معايا الخط بصوا اهو تاني اهو شوفوا شوفوا من قبل شوفوا اهيه زي ايه كده نون في وسط الكلمة زي ايه حضرات يلا حد يقولي كده الله ينور عليك عينبو برافو عليك يا حبيب والديك اهي يلا برافو عليك يا عم عزب اهو بصوا شوفوا النون اهيه في وسط الكلمة بصوا عم عزب اهيه عينبو تمام كده تمام وجنة وجنات تمام ايه تاني يا حضرات ادي ماشي نوره وانعمتو ادي كلمة قرآنية اهي بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيب والديك ايه لا عسل ده ان ادي النون اهيه طيب شكل النون في وسط الكلمة بتمسك في اللي قدامها والورا صح طيب لو سبقى حرف رفاص زي انعمتو كده اهيه هنعمل كده ان اهيه يلا حضرات بصوا العين اهيه انعمتو ادي النون الالف رفاصة النون علشان الالف رفاصة الالف يعني رفاصة يا استاذ يعني ما بتمسكش في اللي قرآن تمام كده ادي في وسط الكلمة زي عنبو ولو سبقى حرف رفاص زي انعمتو طيب النون في اخر الكلمة يا استاذ شكلها ايه تعالي شوفوا بقى بصوا معاي بعمل كده عشان تمسك في اللي قدامها وهي اهي اهي ادي النون في اخر الكلمة زي ايه يا استاذ قولي مثال عليها كده قولي كده يا أم عزب كده الله ينور عليك يا حبيب والديك زي غصنو مثلا أهي أدي غص يالله شوفوا النون بقى شوفوا النون حضرات مش حد بقى يعملها لي كده غلط ما يعملهاش كده لابد تنزم على السطر يا أم عزب ركز عشان انت بتغلط فيها كتير ماشي أهو بصوا أهو بصوا شوفوا جاي من فوق السطر أهو وأدي النون غصنو أنا هنا ما بعرفش يعني ما بعلمكمش صوت الحرف هنا في الكراسة دي بعرفك تكتب بس تكتب إزاي بعرفك إزاي تكتب الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أدي غصنو طيب طب لو إيه يا أستاذ ما لو واحدة 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 دلوقتي النون في آخر الكلمة النون في آخر الكلمة لو ممفردة وسبق حرف رفصت بشكلها إيه تعالوا يشوفوا خليك ما يا أم عزب يشهدين أنت كده إيه مش مخليني مركز ماشي تعالوا شوف كده عاوزون نكتب النون يا أم عزب منفاردة لو سبق حرفة فحص نكتبها إزاي صحصة معاك كده بص بص أهي لا إحنا مش مثال دلوقتي أنا عاوزوك ترسمها إزاي بص بص أهي تحت الإيه أهي ودي النقطة آدي النون منفاردة يعني لو سبق حرف رفص تب قولي مثال كده يا أم عزب قرآن أغصان أهي برافو عليك يا حبيب والدك أهي أهي آدي الألف أهي ودي الغين ودي الصد ألف شوفوا الألف رفصت النون زي بص 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 أهي أرى كده يا أم عزب برافو عليك يا حبيب والديك عاوز كلمة ثانية عادي كلمة ثانية أم عزب حصان برافو عليك يا عاوز تعلمنا النون في أول الكلمة وفي وسط الكلمة ولو سبق حرف رفص وفي آخر الكلمة ماشي أهي يا الله معنا عاوز بerme كده نون في أول الكلمة هين زي نور وأنهم في وسط الكلمة زي عنبو زي أنعمتو معي عم عزب وأنهم في آخر الكلمة هي لو ما سبقاش حرف رفاص زي غصنو حصنو تمام كده وأنهم في آخر الكلمة لو ممفاردة ولو سبق حرف رفاص زي أغصانو زي حصانو تمام كده عم عزب طب يا الله كده حضرات أولياء الأمور إن قلوا الكلمات الطفل ينزل بيها تمليها الحصة لبعدها تمام كده يلا برابو عليكم أيوة كده يلا حبيب يا حلوين نقفل كراسة إيه عم عزب شكل الحرف كراسة إيه شكل الحرف الكنترول مش معي النهاردة عشان الأستاذ وليد عمارة مبدع نعرفك ماشي الأستاذ وليد يا جماعة يعني معلش سخفته إنجليش ماشي فعشان كده إيه القراءة العربية مش من الناس المحترمة جدا الناس الملقديمة جدا والناس اللي شغالة كويس جدا يعني وبتحب شغلها بس هو مشكلة عندها في اللغة العربية بس هو يعني بيحب اللغة الإنجليزية وإن شاء الله تعالى إحنا بنتنخش مع الإدارة إنه يعمل تعليم وتأسيس اللغة الإنجليزية تمام كده؟ يلا حضرات تعالى بقى انطلع كراسة كراسة شكل الحرف يلا حبيب شكل الحرف برضو يا عم عزب صوت الحرف طب يا عم عزب يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه النهاردة صايم النهاردة فيعني نركز شوية معايا وبسم الله ما شاء الله يعني إحنا هنفطره بط النهاردة تمام كده يا حضرات تمام طيب إحنا خلصنا خلصنا كراسة شكل الحرف نفتح كراسة صوت الحرف يعني يا أستاذ كراسة صوت الحرف للناس اللي مش عارفة يعني مناخد فيها حركات الحرف إن كانت جميع أحواله ومش حركات بس حركات واسكون الحركة القصيرة والحركة الطويلة الشدة السكون تمام كده طيب يلا كده يا عم عزب فكرني كده الحركات القصيرة يا إيه وإيه وإيه الفتحة والكسرة والضامة يا عم عزب تمام إيه لأ ما أنت يعني فيه بط بعد كده فأنت إيه إجمت شوية في الشغل تمام كده تمام طيب نوم فتحة يا عم عزب نقول إيه الله ينور عليك نوم فتحة نا أو حد يقول لي نا أو حد يقول لي نا النون مرقاقة يعني مرقاقة يا أستاذ يعني بابتسم وأنا بقولها شوف واحدة لما بكونه لما واحدة رقيقة كده الواحد بابتسم في وجهها تمام كده ماشي أما دي النون مرقاقة لابد بابتسم في وشها وأنا بانطأها نا 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 زي نهار ينفع أقول نهار ينفع أقول نصر هو مش موجود النهار ده نصر تمام كده نون فتحة أم عذب نا تبنون كسرة الله ينور عليك يا حبيب والديك نون ضم الله ينور عليك يا حبيب والديك يبدأ اسمها إيه يا مصطفى اسمها حركات قصيرة حركات إيه قصيرة نون فتحة نا نون كسرة ني نون ضم نون طيب عايزين منسال يا مصطفى على النون فتحة كده حبيبي يلا أنا عارف أنت شاطر وحتو بقى كويس النهار ده يلا حبيبي نون فتحة نخلة برافو عليك يا حبيب والدي أيوة كده أيوة نا نون فتحة نا عشان عم عزب يلا نا نا صو مو تحب الصدر عبا والدي بسم الله ما شاء الله برافو عليك بقول بإبداع والله يا سيدة وليد نون فتحة نا صد ضم صو نا صو بعد الصد مد بالواو صو يبقى نا صو مم ضم مو يبقى نا صو مو ما نفهاش أقول نا نا لا نا 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 بابتسم وأنا بقولها نصوم حد يقول لي مثال تاني كده يقول لي مثال تاني يا عبت كده بلاش ناثور دي عشان ما محبهاش ماشي ناصر مهم عادي النونة هي عادي النونة هي الوسياز ناصر اللي ما كيشها النهاردة اهو ناص اعملت لك الصوت تاني هو عشان تتحبه عم وليد اهو نوم فتحة نا صد ساكنة ناص رأضا ما رو ناص رو ما يقولش ناصر يا ناصر لا نا 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 ناص دايما في ناس بتخطأ في النون هنا وبتفخمها عشان الصاد مفخمة ركز في القراءة وخاصة قراءة القرآن ناص رو نوم فتحة نا ولما أقول لي الأمر لما تملي ابنك ما تقولش يكتب ناصر يكتب ناصوم لا قل له نوم فتحة نا يكتبها ولو مش عارف يقوله النون يا حبيبي اللي فأقول الكلمة هيكتبها ناص صد ساكنة أنفع أنطا أهل وحدها ما ينفعش يبقى ناص رأضا ما رو تاب النون كسرة ني عاوزين مثال كده مثال يا حبيبي يا حلوين على النون كسرة كده الله ينور عليك يا حبيبي والديك أيوة كده برافو عليك يا مصطفى عاسر والله أنا بحب الناس المجتهدة هو راجل ما استكبرش على الحصة وقال لا لابد أحضر الأستاذ محسن حتى ولو كنت كبير عشان نتعلم ولو حركة واحدة تمام كده نون كسرة ني سين ساكنة ينفع أنطاق لوحدها الله ينور عليك السين ساكنة أي حرف ساكن لابد أنطاقه مع الحرف اللي قدامه نس نون كسرة ني سين ساكنة نس رأ ضمه رو يوبانس رو تمام كده عاوزين مثال بقى نون ضمه نو نون ضمه نو عاوزين مثال على النون ضمه كده يا حبيبي يا حلوني مقطاطين يلا مثلا عاوزين نون فأول كلمة يلا حصانه شغال حصانه والله ماشي الله ينور عليك أنا أقول ما كنتش متخيل أنت هتفتكر الكلمة دي بسم الله ما شاء الله نون ضمه نو عشان فيه ناس بتقول نحاسو خلاص لا هي نو حا نو حا سو نون ضمه نو حا فتحة حا نو حا بعدها ما تدل الألف نو حا سين ضمه سو نو حا سو وكمان ايه يا حضرات حصانه اهي ها دي النونة هي ضمه هي حضرات حا كسرة حي حا كسرة حي الصات بعدها ما تدل الألف صا حي صا نو نفتح لمكالمات بس نخلص شرح الأول تمام كده حي صا نو تمام كده حضرات طب كده خدنا الفتحة الفتحة نوم فتحة نا زي نصوم وزي نصر معي يا معزب نوم فتحة نا زي نصوم ونصر نمكسرة ني زي نسر تمام كده ننضم نو زي نحاس زي حصان طيب دي اسم حركات يا معزب حركات قصيرة تمام عوزم بقى الحركات الطويلة ايوه يا الله حبيبها حلوين انن احنا قلنا ايه نون فتحة ده قصير صح نون كسرة قصير نون ضم برضو نامس حكاها قصيرة طيب النون فتحة دي يا أستاذ مصطفى نون فتحة نا عايزيني مدهل مدهل بايه الله ينور عليك عشان الالف بيحب المد الفتحة بتحب الايه مد بالالف بتحب المد بالالف الفتحة بتحب الالف تمام كده زي ايه مثلا كده هنقول ايه اهو يلا نون بعدها مد بالالف الله ينور عليك بحيرة ناصف برافو عليك نا بصوا اهو صي رو تمام كده اهي اهي يا جماعة تاني نون بعدها مد بالالف ايه نا نون فتحة عاوز الفرق بس بنوم نون فتحة معذب نا بعدها مد بالالف نا مثال عليها اهو عشان بس الناس تستوعب الموض نا صيرو تمام زي ناصر ونادي ماشي وكمان ايه اه مثلا مثلا هناء افنان ماشي اهو وكمان نساناء ونساء ماشي النساء لا السين بعدها مد بالالف تمام كده يبقى ايه هم تاني ناصر نون فتحة نا بعدها مد بالالف نا مثال عليها نا صيرو يا الله كده حبايبها حلوين نون كسر ني عايزين نمدها نخليها حركة طويلة حبايبها حلوين يا ماطاطين يا الله ينور عليك نمدها بالياء يبقى الكسر بتحب مد بالياء يا حبايب يا حلوين يا ماطاطين يا الله ني نون كسر ني بعدها مد بالياء ني طب في شكل ثاني يا مصطفى تعرفوا للمد بالياء اهو اهو تمام كده ده زي أصواني وزي نادي ماشي اهي النون اهيه بعدها مد بالياء لو في اخر الكلمة وهنا في ايه في وسط الكلمة طب قول لي مثال كده يا مصطفى كده يا الله حبايب يا حلوين قول لي مثال على النون بعدها مد بالياء الله ينور عليك يلا تمام كده بص منير اهو ادي الميم اهي ها وشوفوا النون يلا خليك معا يا عم عزب شوفوا النون هنا هو اهي كبير اهي ميم يلا اهي عم عزب النهاردة صايم ما اتقالش عليه ماشي كل الناس هتعرف انت صايم النهاردة يا معزب منير تمام كده شوفوا النون يا حبايب يا حلوين بعدها ايه بعدها مد بالياء منير يبقى ميم ضمة مو نون كسرة ني امدها بالياء مد طبيعي حركتين ني مو ني رأضم رو مال لابنك بالطريقة دي ميم ضمة مو نون كسرة ني مو ني بعدها مد بالياء مو ني رأضم رو تابقى نون ضمة نو نون ضمة نو عايزيني مدها المدها بالي ايه يلا يلا اقول لي كده لا 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 انت قلت حقا غلط دلوقتي بس مش واو بس مش مد بالواو واو الواو مرقاقة ايوة كده حبيبي عسر خليك ايه اهي بس 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 اهي نو نون ضمة نو قصيرة نو قصيرة بعدها مد بالواو نو طيب زي ايه مثال كده قال له وان شاء الله نوره اولي اهي يال يالله ولا تهز علي عم اهي اهي نورا تمام كده ادي نورا تمام وسيدنا نوحا يالله ولا تهز علي خالصهم ادي النونة هي بعدها مد بالواو اهو نو تمام كده ادي كده خدنا عمثلة يالله عم عزب كده نون فتحة نا زي نصوم زي نصر نون كسرة ني زي نسر نون ضمة نو زي نحاس زي حصان نون بعدها مد بالالف نا زي ناصر تابع النون بعدها مد بالياء ني زي منير زي هاني تمام كده نون ضمة نو بعدها مد بالواو نو زي نورا زي نوح تمام كده كده اخذنا الحركات القصيرة والطويلة كتبته حبايبة حلوين يلا بينا يلا بينا على ايه على السكون يلا كله يركز يلا كده كله كتب كتبت يا عم عزب ايه عم عزب يعني انت هنا في تكيف والصيام يعني يعتبر طرفي اه يعني مش قصة بق مش عشان صايم بقى تبهدل اهو هياكل بط ماشي ربنا اصرها على البطة يلا حبايبة حلوين هناخد السكون يعني سكون يا استاذ يعني لما فيش حركات سكون يعني ايه يلا اقول لي سكون يعني ايه يعني ما فيش حركات يعني ساكن واحد ساكن تمام كده طيب النون الساكنة يا عم عزب ينفع انطاء الوحدها عم عزب ليه يا حبيب والديك الله ينور علي عم عزب قال النون الساكنة او الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطاء الوحده واحد بقى للأسف الشديد بعض الزملاء او بعض المتدربين او بعض الناس اللي بتريد حضانات للأسف الشديد يقولك ان نأ يقولك نأ ياريت بقول ان ده يقولك نأ لا 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 او نن لابد تحط حرفه قدامها يا عم عزب عشان تعرف انطاء تمام كده اهي حطينا الالف يا عم عزب الف همزة فتحة ان ان تمام كده طيب الف همزة كسرة ان الف همزة ضمة ان طبعا الميم وينون يا حضرات فيها غنة كده تمام كده طيب ولو بقيت الحروف حن 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 شن 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 كان كن كن ون 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 تمام كده اقول تاني الحروف كلها جن 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 بن 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 تمام كده اهو الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطاء الوعاته طيب يا عم عزب قولي كلمة كده فيها حرف ساكن انه ساكنة كده يا الله كده يا حبيبي يا حلوين الله ينور عليك صورة الانفال اهي الف همزة فتحة ا شوف الننسة كده ما ينفعش انطاء الوعاته يا أستاذ خالص اهو ان ان شوف الفاء اهي يلا ف لو اوة تقول لي ابنك اكتب ام فال لا قوله الف همزة فتحة ا ننسة كده ما ينفعش انطاء الوعاته ان الفاء بعدها ما نتبل الالف ف يبقى ان ف لم ضم لو قول لي مثال تاني كده ام عزب او مصطفى يا الله كده حبيبي يا الله اقول لي كده وعن ترى عن ترى مثلا ايوة تعالى بنت بقى عشان نعرف مكتبه عشان فيه ناس بسطلقبط فيها بسوفوا ادي البقى اهي شوف النون بقى شوف النون هتوقع توقع اهي علشان في لا بص 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 شوف النون اهي اعلى شواء من البقى اهي بين اهي شوف التقى بقى بتاع تبقى صغير اهي 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 يا راك يا ام عزب اهي بنتو طالما فيه ثلاث سنون كده يبقى السنون في النص عالي يا ام عزب عشان يبقى يتدي شكل جميل شوية بقى كسرة بي نون ساكنة بن تأضم تو يبقى بنتو بنتو ومثال الأخير برضو عن تارا فاكرين عن تارا حضرات فاكروا اللي لا مصطفى الله ينور ايوة كده انا عايز اكتب امركز كده ايوة كده بحب انا ليه قاعد المركزين قاعد المركزين قلالي استاذ والد مش هنا نهار ده قليه ماشي سلمنا عليها يا الله كده حباب بصوا حدي نطال الكلمة دي كده عين فتحة عا نون ساكنة عن تأ فتحة تا عن تا را فتحة را عن تا را تأضمه عن تارة تمام كده حبيب يا حلوين خلصنا السكون يلا بينا على الشدة يلا بينا حبيب يا حلوين تمام يا عم عزب في حاجة أشرحها أعيدها لك تاني في حاجة مش فاهمها بص يا حبيب يا حلوين أعد لكو 20 مرة اللي أستاذ جمال والأستاذ عبد الحميد في برا بص براحتك ساعتين ثلاثة براحتك تمام كده ما فيش مشكلة أنا حبيب يا حلوين أنا موجود علشان أشرح لكو علشان أعيد وزيد ما فيش أي مشكلة خلص نهاية لو أعدت ساعتين ثلاثة كده واقف أبقى مستلز وأنا واقف على الصبور أشرح عشان حبيب الحلوين المقطعطين يلا كده أنا عارف ان ايه كلام ده منور ألبا تسوس جمال تمام كده يلا حبيب يا حلوين هناخد الشدة شدة يعني ايه يا عصام شدة يعني ايه يعني شدة يعني شدة يا مصطفى قولي حبيبي يلا شدة يعني ايه يعني شدة لا 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 شدة يعني اتنين شدة يعني ايه بانطأ الحرف مرتين بانطأه مرتين زي الوحي كده توقم كده شكل بعض بالظبط تمام كده تعال نجربها كده طيب بص كده عم يا مصطفى ادي النون المشدة ده هي تمام كده شدة وإيه وفاتح شدة وإيه وكاسرة شدة وإيه وضم برضو ما ينفاش نطقم لوحدهم تعرف ليه ليه بقى علشان الحرف ده اتنين مش واحد الاول منه ايه ساكن والتاني ايه متحرك شوف شدة وفاتحة يعني سكنوا ايه سكنوا ايه وفاتحة شدة وكاسرة سكنوا كاسرة هو دايما الاول منه ساكن على طول الاول منه ايه بوسط على معايا كده خليك معايا حين مثلا قلت ايه انتا دي كده ايوة ايوه انا اتنينة هو نطقت واحدة بص واحدة سكون واحدة ايه واحدة فتحة يبقى شدة يا حبيبي يعني اتنين حرف النون مشددة داي اول ملائي شدة كده انتا الحرف مرتين شدة وفتحة يبقى سكونها وفتحة تمام كده طيب لو شدة وكاسرة ايني تمام كده؟ برضو نفس الحكاية ايه؟ ايه اتنين واحد ايه واحد ايه؟ واحد ساكن كاسرة الله ينور عليك هنا لو او يبقى انه طيب هنا اتنين صح؟ ايه و ايه بقى؟ ساكن و ايه؟ الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده؟ عايزين ميسال على الشدة بقى كده يلا انه المشددة يلا حبيبا حلوين كده جنة اهي اهي يالله يالله كده؟ لا ما اسمعه شوف برضو شوف الخطأ الفادح بتاعك الله ينور عليك اهو اهو يا حبيب بص واحدة واحدة بص جن فتحة جاء جن فتحة جاء نون شد وفتحة هه؟ الله ينور عليك بص بقى بص مع عزة خليك مع عزة انت قلت ايه؟ النونة هي جن والنونة التانية هي جنة ودي التاء المربوطة هي ايه رأيك بقى شوف شوف جن ن تو ايه رأيك؟ يوبا دي مشددة شدة وفتحة يعني سكون وفتحة تمام كده؟ طب عاوزين نقطحها دي بقى ها؟ عشان الاولاد عاوزين نحللها المخاطع الصوتية لو في مدخلات دخلها يا مصطفى تمام كده؟ نبدأ بقى مع الاطفال السلام عليكم السلام عليكم تمام مفيش مشكلة طب نحللها احنا يا مصطفى يا الله تعالف يعني تحليل مخاطع الصوتية الاول؟ بص يا مصطفى بص يا مصطفى عشان انت مش عارفها بصلي ايوه انا عاوزك تدكس كده حل المخاطع الصوتية المخاطع الصوتي ده جزء من الكلمة جزء من اين؟ لو قطعته اعرف انطاله وحده لو قطعته كده اعرف انطاله وحده بص كده زي شوف انا ما انطقه كده قولكه قول محسن كده اشوف شوف اعملت محسنو ايه نفسي حكاية بصوص انت قولت ايه؟ جان جان شوف نا يبقى دلوقتي بص المخاطع الصوتية لو حرفه متحرك لوحده طب لو بعده ساكن يبقى الاثنين مع بعض لو المد والممدود برضه مع بعض تعال نشوف كده شوف شوف بص معايا اهي انا قولت ايه؟ قولت ايه؟ جان اهو وقط على طول بعد السكون على طول فضله في نون تانية واستاذ جان النون التانية دي لبعدها مد ولبعدها ساكن يبقى قط على طول جان ودي التالي ايه؟ المربوط كم مقطع كده حبيبي؟ الله ينور عليك يبقى المقطع الصوتي يعني ايه؟ يبقى المقطع الصوتي جزء من الكلمة لما اقطعه اعرف ايه؟ اعرف انطقه شوف جان نا تو في خطأ فادح بيحصل مع الطلبة يالله هكتب كلمة جمع جنة ايه؟ جمع جنة ايه؟ اهي شوف بقى الحتة دي في بعض الكلمات ايه بص كده في نسبة الله بص فيها ده هنا ايه وهنا ايه؟ اقرأ دي و اقرأ دي كده اقرأ دي و اقرأ دي اقرأ دي و اقرأ دي دي جنة بصوص جنة من غير مد هنا بقى ايه بقى؟ في مد بالالف هاو بعد النون ها؟ قول ايه؟ جنة اتو عارفت بقى؟ هنا في مده هاو عشان عشان لا عشان الاملة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سحر ازايك؟ سحر ازايك؟ سحر الليل عم لأيه؟ مانتش باينا من زمان لايه؟ و فين فىديوهاتك؟ كويات طيب المنوفية عم لأيه؟ كويات طيب ماشي اقرأي لي كلمة دي كده و اطعها لي يالله كده حلليها المقرة صوتية يالله جنة 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 اتو الله ينور عليك يا حبيبة والديك جنة 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 تو وفيه طلبة كتير ما يعرفهاش انتي النون هنا عملت غنة فيها صح؟ جان النون المشددة والميم المشددة انتي صحي فيها عملت غنة بمقدار حركتين كده جان تمام كده؟ برافو عليك حلليها كده المخاطرة الصوتية يلا حبيبتي اه قدامك اهي يلا اكتب ايه يلا انت بيتغشيش مين بغشيشك؟ مين لي بغشيشك؟ صحورك؟ مين لي بغشيش جنبك؟ ام ينفع ينفع كده؟ طب طب بصلي يا حبيبتي انت صحي كده اكتب ايه بقى جي من وحدها؟ لا يا ام صحة ام صحة يا ام هشام بص انا مش عايز مش عايز بتغشيها انا عاوزها هي اللي تقول يا سوز مفتل محبتش التحليل برضه لسه يا نهر ابيض ده انا كل حصة بقولها كل حصة بحلل ماشي والله انا بزيعة برضه طب ماشي اشرح لها دلوقتي ثانية احاول لها ده طب قولي لها يا استاذة قولي لها ان الحرف المتحرك لوحده لو مفيش بعد سكون ولا بعده ايه ولا بعده مد طب لو بعده مد يبقى المد مع الممدود يعني على فترة كل حصة بشرحها من يوم التحليل يعني بقى لي يجي ست سبع حصة بشرح التحليل ماشي طب خلي في حد ثاني كبير عشان ايه يحللها حازم حشام ما انتولتين توقع بقى حيارتوني يلا حللها لي كده بالراب انت كبير وان شاء الله بعد ما خلص الحروف هعمل لكم مخصوص كم حلقة كده لتأسيس النحو عشان تطلع ربعة ممتاز ايه رأيك تمام جيم والنون مع بعض طب انت كبير بقى هتعرف ماشي حبيبي يلا اه طاول اللي اعمل ايه اه اه مع بعض جيم والنون مع بعض اقل طبع والنون والالث مع بعض الله ينور عليك يا حبيب والديك واتقى لوحده برافو عليك يا حبيب والديك كم مخطع كده اربعة ثلاث مقاطع يا حبيبي جن..نا..تو بقولك انت مفيش حد اأسيسك لسه في القواعد النحو ماذا؟ القواعد النحوية الناحو يا الناحو انت تطلع ربعة فانت محتاج تتأسس في الناحو صح ولا لا؟ ايه رأيك بقى بعد ما خلص الحروف نعمل تأسيس نحو ماشي بس اصدر احنا كلما تيجي انت اقول اللي اللي عارضوا عربة لا خلاص بقى بعد الحروف فبفضل اربعة حروف نخلصهم نخلصهم وان ايه؟ وان شاء الله هنبدأ في الناحو ان شاء الله شاكرين جدا يا الشام يا الله سلام بص حبيبي يا حلوين تمام كده؟ عايزة يعني اكمل يعني؟ اكمل لدساعة كمان؟ ماشي عاسل او يا الله حبيبي يا حلوين طيب احنا خدنا الحركات القصيرة الحركات الطويلة عايزين نعمل شبكة كده يا عم عزب؟ تمام كده؟ عايزين نعمل ايه؟ شبكة بس قبل الشبكة عايزين مثال بسيط كده عشان الناس تعرفوا عايزة اكتب كلمة ادمج بقى اسمها ايه؟ ادمج عكس الايه؟ ادمج المقاطع الصوتية ده عكس ايه يا عم عزب؟ عكس حلل عكس التحليل هكتب لك كلمة انا مقاطع صوتية وانت ايه؟ تدمج هالي يلا كده يلا حبيبي يا حلوين كده اهيه؟ يلا حبيبي يا حلوين كده حد معايا كده يلا يعرف الكلمة دية المقاطع الصوتية ده يدمج هالي مقطع واحد يلا يدمج هالي كلمة واحدة الله ينور عليك يا حبيبي والديك ايوة كده ده ايه فين دي بقى؟ فين البلد دي؟ تمام الله ينور عليك انا مبسوط منك والله اللي انتو فكريني اسم البلد دي اه اتزالت ملاحة خريطة ولا من على بوجل بس هي في القلب وفي عقولنا وفي قلوبنا ودائما وابد ان شاء الله تعالى ستكون القدس عاصمة ابدية لفلسطين اهو تمام كده حضرات؟ وبكده ايه نكون انتهينا هيتفضل حاجة واحدة بس ايه هي ايه عم عزب الشبكة رمينا الشبكة على النون يا عم عزب هتطلع سمك؟ عم عزب معايا؟ هتطلع ايه؟ اقول ها هتطلع حركات النوم نوم فتحة؟ ناء نوم كسرة؟ نوم ضامة؟ والنوم بعدها مد بالالف؟ الله ينور عليك والنوم بعدها مد بالياء؟ والنوم بعدها مد بالواو؟ الله ينور وهتطلع برضو سكون زي ايه؟ ا ا ا ان ولو ايه؟ ان طيب و هتطلع كمان شادة كمان زي ايه؟ انا واني وانه مشاهدين الكرام للأسف الشديد الحلقة انتهت اخدنا كده حرف النون نون فتحة؟ ناء نون كسرة؟ ني نون ضامة؟ نو نون بعدها مد بالالف؟ ناء بعدها مد بالياء؟ ني بعدها مد بالواو؟ نووو النون الساكنة؟ ان 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 المشددة؟ ان نون تمام كده حضرات؟ مشاهدين الكرام اشكر جميع زملائي في الكنترول وفي السوديو وعم عزب سوز جمال عبد العظيم واشكر ضدار المحترم انها وفرت وقت لي لنا اشرح واسس على هواء مباشرة وخاصة في ظل كورونا مشاهدين الكرام اشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتخي بكم الحلقة القديمة ان شاء الله تعالى اترككم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته